اشتركوا في القناة بعد مركبات التموين العسكري بالقرب من مواقع التغذية للقوات الجنوبية المشاركة في عملية سهام الشرق ولم يسفر عنه اي خسائر وفي نفس السياق تعرضت سيارة اسعاف تابعة للقوات الجنوبية لتفجير عبوة ناسفة بمديرية موديا اسفرات عن جرح جنديين تم اسعافهم الى مستشفيات المحافظة افادت مصادر ميدانية بتكبد ميليشية الحوث خسائر فادحة في معارك عنيفة مع القوات الجنوبية بريف محافظة الضالع وبحسب المصادر تركزت المواجهات بمواقع عدة في قطاع باب غلاق في الريف الشمالي للمحافظة المعارك هذه اعقبت هجوما شنته وحدات من القوات الجنوبية على مواقع للميليشيات الحوثية جنوب منطقة العود القوات الجنوبية بدورها شنت هجوما على مواقع للميليشيات جنوب منطقة العود كضربة استباقية على مواقع وتحركات الميليشية الحوثية التي كانت تستعد لتنفيذ هجوم صوب مواقع محررة قالت مصادر قبلية في محافظة مأرب إن ممارسات قيادات حزب الإصلاح وعناصره بلغت مستوى لا يمكن تجاوزه أو السكوت عنه ويأتي هذا التوتر بعد مقتل أحد أكبر شيوخ القبائل وعدد من مرافقه في منطقة مفرق حريب وتوحي المؤشرات إلى وجود انتفاضة ضد الوجود الإخواني في مأرب بعد الانتهاكات الجسيمة من قبل التنظيم بحق أبناء القبائل منذ بسط نفوذهم على المحافظة شهدت يافع فعاليات المهرجان التراثي الرابع الذي احتضنته قلعة القارة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بمشاركة حجد جماهري غفير وخلال المهرجان ألقيت عدد من الكلمات التي حثت على ضرورة وأهمية إحياء هذه الموروثات الشعبية وتخللته عروض فنية منظمة ورقصات البرع الشعبية والزوامل والأهزيج الشعبية هذا ويحرص أبناء يافع على إقامة هذا المهرجان الشعبي كتأكيد على ارتباط الإنسان اليافعي بحضارته وتراثه ورفضه المشاريع الدخيلة والثقافات الوافدة التي تعمل على تمسي هويته اطلع محافظ حضرموت مبخوط بالماضي على مستوى الانضباط الوظيفي بديوان مركز بلفقيف المكلة ومكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت وأن المحافظ موظفي الوحدات الإدارية بعيد الأضحى المبارك متفقدا مستوى الأداء الوظيفي بالمكاتب والأقسام في أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك كما وجه المحافظ مسؤولي السلطة المحلية بتفقد عدد من الإدارات والمؤسسات الحكومية في ساحل ووادي حضرموت نهاية الموجز إلى اللقاء